اهلا وسهلا على كل حبيبي يا رب دايما تكونوا كتاب صحة وخير وسعادة دايما يا رب معنا النهار ده خبر غريب جدا يا حبيبي ليسا شايفات الوقتي وفات امرأة في مسابقة لتناول الحلوة باستراليا تعالوا نشوف الخبر ده كده معنا توفيت امرأة استراليا في 60 من عمرها خلال مشاركتها في مسابقة لتناول الكيك خلال احتفالات اليوم الوطني في استراليا وتفيد التقارير ان المرأة اختنقت خلال الاحتفال الوطني بيوم استراليا في فندق جنوب شرق البلاد وحاول موظف الفندق القيام بعملات الانعاش القلبي الرأوي للمرأة واتصل بخدمات الطوارئ وفقا لموقع الاخباري وقال ان المسعفين لم يتمكنوا من انعاشها وتم نقلها للمستشفى قبل وفادها وظهرت لقاطات مسجلة على هواتف محمولة للحادث في الفندق بيتش هاوس في منطقة هيرفي باي المتسابقين وهم يتناولون الكيك بشكل سريع وظهرت اللقاطات ايضا اكواب الماء الى جوار المتسابقين لمساعدتهم على بلع الكيك وتسهيل تناوله بينما تسمع اصوات هتفات الناس المشجعة من حولهم وكتب احد شهود العين على الفيسبوك مشيرا الى الحادثة للأسف ماتت السيدة خلال المسابق التناول الكيك بلعت هذه السيدة قطعة من الكيك دون ان تطبط عملية التنفس فاستنشقت جوز الهند واختنعت واضاف ان موظفي الفندق كانوا سريعين للغاية في محاولة تقديم الانعاش القلبي الرئوي لكنهم لم يتمكنوا من ذلك فطلبوا صيرة الاسعاف طبعا زي ما احنا شايفين كده يا حبيبي فعلا اصلا المسابقات بتاعت الاكل ديت سواء السابقات الاكل او سواء الحلويات يعني مسابقات الحلويات او الاكل بصراحة بتبقى مسابقات صعبة جدا ولازم تعبعا تكلفها بسرعة لان فيه بيبقى فيه ولوم وقت محدد يعني مسابقات خطيرة جدا يعني بصراحة